شايفي كمان ممكن يكون في السفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر يعني انت بفكره انه معقد يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات انت بفكره انه معقد انه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون اريدي خلص مجهز امورك بدك تسافر ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك يعني على الاغلب رح تسافر اما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني ينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن اذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعزب يمكن نفسيا فحلو انك تسافر مع حدا مو شرط حبيب او كذا ممكن يكون اخ ممكن يكون بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شافي فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وانت عم تاخده على ادعق له على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور رح يكتشف انه انت ما اخده على ادعق له يعني رح يكون فيه شوية صراع على الناس اللي اساسا عم يشتغلو فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير اه هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي اكتر ايش مبين اه مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او طرقية خلينا نقول للناس اللي اولي بيشتغلو فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلو اه من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسيا بالوراء فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل يعني دايرك لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن في اه ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من من حقها اه لحتى صحتك تكون نيحة الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم انه اساسا جميلات يعني بس عم يهتموا اكتر اه في كل الموضوع فيه كل المواضيع اللي بتحص الجمال شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفود الدنيا جديدة اه تطلع من حبس والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع انت محبوس يمكن مسجون اه لا اه بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع انه كنت محبوس جوه افكار كنت محبوس جوه اوهام رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح اه في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او اه رحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام اه لارض الواقع عم بشوف اه كمان ممكن تترك دنيا تفود دنيا تانية اه تخيل تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل الجديدة شايفة انه في باب رح ينفتح لك هون انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا اه عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عمل اه فعم بشوفك لا في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك افدا خلينا نشوف شوي على رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب او انت بتكون بتكنلوا اياها يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد في شغف كبير ناحيتك في شو في محبة وانت شو بعصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات اهمية ما بشوفها انها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في مصر على هاي العلاقة اول شي طاقات قبل ما انسى طاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين نارية مائية اكتر شي هلأ مش شرط اذا انا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الابراج مش موجودة ما دخل هاي هاي طاقات يعني عادي اه ما بتأثر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها اه هلأ بالنسبة للعاطفين شايفيتك يا عقرب عم او العكس يعني يا انت يا شريطة عم تكتشف اكاذيب عم تكتشف موضوع معين بتعلق بي طرف الثالث اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم اه راح تعلمه درس زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريط من ايدك او لهاك عن الشريط حاس هيك من الورق فيه عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترسع له بر طول الوقت حاسس لكن بالفترة الجاي انا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب بكل اريحية شايفة انه الحبيب شوي الان عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل اه بشوفك بشوف شوفه على الاغلب الانثى ان كان انت او الطرف الثاني ان كان انثى اه فلعا الاغلب هي المنتصرة وهي اللي راح تكون اه يعني الها اليد العليا في في الموضوع هي اللي راح تكون الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي راح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوف هادول الكرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويا انا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغلاته لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة راح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني راح تشبهوا بعض بالاخير فشايفة انت راح تقدم والطرف الثاني راح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول الكرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما راح تكون اللي هي علاقة عرضية او كزا عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني مش قادر تستنى بدك باي وقت تبلش اه ولكن هذا صبرك راح يعني راح ينتهي وراح توصل للبدكية لانه تن وانا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات الزنخل اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب راكروت يعني حلوة بس يا عقرب بطل التشاؤم انت وانت راح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار يبعد عن ناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة او عم بيحكو لك عم بي ايش بيسموها بيكسروا ما اديفك على قولة اخواننا المصريين حبيبنا او انه يعني ما بعرف في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك فابعد عن هاي الناس او همشهم ازا كانوا من العيلة بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هادول الاشخاص ازا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس ان كنت تتعدوا عن اشخاص السلبيين شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب على موضوع انت كنت شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد مثل 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 برمودا ما فيش يعني احده هناك نهائيا واجهاله الفرج من ابعيد فبيقول لك thank god رح توصل لهاي المرحلة انه تشكر ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب الله كريم بس بقول لك زيح الافكار السلبية من راسك لا تسمع اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية فلا بيقول لك امشي على الارض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشيء البعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما تحمل حالك اكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مسلا شو غنشوف خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول البرج العقرب شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لا ايجابية ازا عملت هذا الاشي سامح ما بحكي لك انه تنسى يعني احنا مش من يعني احنا مش قالة او ماشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا بس انه اه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض الناس اه رح تكون بيقولك هون انه خفف شوي من الحساسية اه كون عملي اكتر اه مشي امور اه ما تدق على كل شي وكل اشي رح يمشي بس بيقولك انه احزر من الحساسية يمكن الفترة الجاي رح تكون كتير حساس خفف من هذا الموضوع اذا كان موجود عندك محبا بعد ببرز العقرب برجا اشوف اه اشوفكم في اشتركوا في القناة